بعد خمسين يوم من الأنشطة والفعاليات المختلفة في مدينة العالمين كانت بيكون فيه انتعاشة كده اقتصادية وسياحية وكمان عقارية ولأن مدينة العالمين هي مقصد سياح جديد كان فيه حاجة لمهرجان ينقل هذه المنطقة لمكان مختلف تماما بهذا العدد الكبير من زوار الجملي المدينة واللي انعكست بكل تأكيد على الأنشطة التجارية وحققت كمان عوائد فيه كتير من المجالات عوائد اقتصادية كبيرة حصلت لمهرجان العالمين خلينا نتكلم عن تفاصيلها مع الدكتور وليد جبالة الخبير الاقتصادي وعضو الجماعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع سهلا وسهلا بك دكتور دكتور خلينا نتكلم بداية كده انعكاس مهرجان العالمين على الاقتصاد وعلى العوائد الاقتصادية اللي احنا كنا متخيلين انها تعود علينا منها طيب خلينا يعني في البداية نحسب المسألة بالفكرة التكلفة والعائد التكلفة كتكلفة خزنة الدولة لم تتحمل فيها اية اموال اللي قايم بالمهرجان شركة شركة المتحدة من قدم لها كل الشكر نجحت في التنظيم بتدخل في المهرجان كمشروع من مشاريعها فهذه الشركة هي اللي تكفلت بعك طيب العائد العائد عاد على الجميع عاد علي أنا شخصيا برفع الروح المعنوية بعيدا خالص عن الاقتصاد ثم بعد كده ندخل في الاقتصاد نحن أمام مدينة جديدة قامت بها الدولة استثمارات ضخمة جدا جدا كان من المهم ان يكون هناك ضجيج ان يكون هناك اعلام قوي بوجود هذا الكيان الكبير المهرجان كان له دور مهم جدا في انه يعلن بان هذه المدينة موجودة هذه المدينة قائمة هي موجودة على قيد الحياة ثم نأتي بعد ذلك الى قضية رعاية المستثمر الدولة المصرية لا تشجع المستثمر اللي يبدأ عمله فقط ولكنها تدعمه ايضا من اجل استمرارية ربحه فمن خلال هذا المهرجان المستثمرين اللي حصلوا على وحدات تجارية ووحدات استثمارية في هذه المنطقة من خلال هذه المهرجان بيبدأ يجيلوا عميل يكسب لانه ما كسبه هو اللي هيشجع اخرين انه هما فانا لما بشوف بلاقي ايه وده نموذج مهم جدا لكل الشركات الدولة المصرية عندما تضع مخطط استراتيجية مش مطلوب ان الحكومة نفسها هي اللي تقوم بكل شيء لابد ان الشركات تشتغل عليه فاحنا امام مشروع امي بي الدولة المصرية هناك شركات زي الشركات يعني الابراج مملكة الشركة هذه الشركة صارت مع مصاري الدولة فحصلت على حوافز وحصلت على مزايا ثم تأتي شركة الشركة المتحدة لتبرز ذلك ثم بندعو شركات القطاع الخاص انا شخصيا نفسي بدعو شركات القطاع الخاص ان الحوافز والضمانات اللي بتقدمها الحكومة اذا انت اشتغلت على استراتيجية الدولة فانت هتلاقي هوافز الضمانات وهتلاقي اللي يساعدك وهتلاقي الدولة بتحاول تسوق لك وتحاول تدعمك مش هتسيبك مش مجرد ان انت هتيجي وتبدأ مشروعك والدولة هتسيبك فطب النهاردة هذا المهرجان لما بيصلت الضوء على هذه المدينة وتابعنا على فكرة مش المدينة بس السحل الشمالي بالكامل نجحت هذه المدينة بموقعها الفريد ان تكون عاصمة للاقليم الغربي وانها تجذب عدد كبير من السائحين ورواد الاعمال والمستثمرين على طول كل واحد لما بيكون في مكان عينه بتشوف لو حد عنده استثمارات في الكطاع الخدمي بتلاقيه هو في وزط ما هو بيستمتع او عينه بتقتنص الفرصة حد عنده استثمار عقاري عينه بتستمتع طب لا اما مش هاخد في العالمين طب دان هاخد طب فيه مرينة طب فيه كذا ففيه فرص الفرص الاستثمارية اللي موجودة في العالمين كثيرة جدا ومتنوعة جدا وواعدة جدا بامكانيات كبيرة جدا هذا المهرجان صلت عليها الضوء فتحققت نتائج مباشرة حالية ونتائج مستقبلية كبيرة جدا اتصور ان كل ما تم التخطيط اليه وكم لما تم استهدافه من المهرجان قد تم تحقيقه بالفعل عظيم اذا المشاريع كانت موجودة كانت محتاجة بس حد ينور على هذه المشاريع للمستثمرين طبية الاستثمارات في هذه المدينة شكلها هيكون عامل ازاي وفي اي قطاع يعني هل مثلا المستثمر اللي هيجي هيجي المستثمر المهتم فقط بقطاع السياحة ولا فيه مجالات مختلفة نحن امام مدينة متكاملة مدينة مليونية اتصور ان هي من الممكن ان تستوعب نحو 3 مليون مواطن مع اكتمالها الشريط الساحلي عندنا فيه الاستثمار السياحي اللي هو مرتفع التكلفة بنيجي بعد كده بعد الطريق الساحلي بنلاقي المشروعات العقارية ثم بعد ذلك هنلاقي السياحة العلاجية والخدمية عندنا المجمع الطبي وعندنا الجامعات عندي جامعة العالمين الاهلية وعند ايضا فرع لجامعة للاكاديمية العربية العلوم والتكنولوجيا وهناك ايضا مجمع صناعي كبير على خمس تلاف فدان اكبر من خمس تلاف فدان بدأت باكورة المصانع فيه تكون موجودة وهناك فرص استثمارية في القطاع الصناعي موجودة ايضا لدينا استثمارات في القطاع الزراعي في المغارة لدينا استثمارات قطاع الزراعية متنوعة القضية بالنسبة لي في ايه اننا امام مدينة متكاملة يستطيع الجميع ان هو يحصل فيها على فرص هناك من بادر وذهب من سيذهب اولا سيحصل على مزايا افضل نيجي بعد كده يا سيد محمد بيقولي ياه لو كنا جينا هنا من زمان طب ما تفضل اتفضل احنا لسه لان هذه المشروعات المدينة بدأت ولكن امامها الكثير تحتاج الى جهد كبير تحتاج منا الى الكثير فمن سيذهب اولا سيحصل على المزايا الناس لما بتيجي تشوف الوحدات العقارية مثلا في السحل الشمالي ويقولوا اه ده بسعر كذا بس اللي جم زمان اشتروها صحيح طب يلا تفضل اتكلم ومعايز بس اكد بخصوص الاستثمار العقاري والسياحي ان هذه المدينة بتقدم منتج عقاري متنوع يعني هناك اسكان اجتماعي هناك اسكان متوسط هناك اسكان فاخر شريحة الاسكان الفاخر البعض بتصور ان هي ضد الاقتصاد وان حد يقولك ان هو ليه استثمار عقاري لا احنا نستثمر استثمار صناعي هم النوعين من الاستثمار ليسوا بديلا عن بعضهم البعض انا المستثمر هو اللي بيحدد انا لازم لابد ان اجبع رغبة هذه الشريحة لانه لو لم يجد هذا المنتج السياحي في بلده المستثمر العقاري الميسور سيذهب الى الخارج فالمدينة بتطبق استراتيجيتين استراتيجية احلال الوردات انا شايف ان حتى في الخدمات بنعمل احلال الوردات لان هذا المستثمر اللي كان بيشتري في دبي اللي كان بيشتري في ابرص في اليونان في تركيا في لندن بيذهب الى مدن اخرى علشان يلاقي ميزة ليه متطلبات معينة اه عايز ميزة عايز ميا مش هنلاقي ميا احسن من الميا اللي عندنا جو مش هنلاقي احسن من الجو اللي عندنا بس كان عندي صعوبات المدينة الطرق مكتش موجودة النهاردة المسافة المسافة من القاهرة للعالمين اصبحت بسيطة جداً في طريق ممهد جداً المنطقة نفسها في منطقة متوسطة العالمين متوسطة ما بين القاهرة والاسكندرية ومرسمة تروح كمان مستقبلها بقى اللي بنشجعه ان هو يذهب ده انت القطر السريع فوق السرعة اللي ما بين العين السخن العالمين ومحطته في ستة اكتوبر انت لما تركب القطر في ستة اكتوبر تروح العالمين هتصبح العالمين كأنها حي من احياء القاهرة مع ابتتاح هذا المشروع في عشرين وعشرين فالمستقبل بتاعها مستقبل كبير جداً في نفس الوقت انا منعت او شجعت المستثمرين العقاريين اللي كانوا هيسافروا يشتروا برا لا تفضل اشتري عندي في نفس الوقت ان من خلال المهرجان لما شفنا عرب موجودين العرب كانوا متعودين ينزلوا القاهرة وفي الجيزة لما بقدم لهم منتج جديد بقول له اتفضل انا عندي بحرى مش هتلاقيه في الملضيف انا عندي امكانيات سياحية فائقة المستوى على طول لا يبدأ يشتري عندي فيبقى انا كده عملت فكرة تصدير العقار وطبقت استراتيجية التصدير فكرة تصدير الخدمات يا أساس محمد التصدير ليس فقط تصدير للصناعة فلكن يمكن ان اصدر الخدمات لان هذه المدينة مع اكتمال المركز الطبي يمكن ان اصدر خدمة العلاج لان النهاردة انا لو ما هيجيلي مرضى او مريدين الاستشفاء في اجواء جيدة او امور متعلقة بالالاج الطبيعي او اسنان او غيره لما هيجي وسكم في العالمين ويتعالج ويكون بالاستشفاء في المركز الطب العالمي ربما يكون ذلك ارخص من تكلفة في بلد في نفس الوقت عندي سياحة تعليمية واذا كنا بنتحدث عن جماعتين فالقطاع الخاص مدعو له انشاء عشرات الجماعات لان انت في مكان قريب جدا من القاهرة قريب جدا اسكندريا المطروح قريب جدا للعالم الخارجي فالقضية ان اللي جاي افضل بكسير لابد ان نسلط الضوء على كافة الكطاعات نفس الوقت في الكطاع الصناعي المجمع الصناعي موجود المستثمر الصناعي واذا مستثمر له طبيعة خاصة لانه هو لابد ان يكون لديه دراية بصناعته لديه تجربة سابقة فجازب هذا المستثمر في هذه المنطقة بيتم من خلال الحوافز اللي بتقدمها الدولة وهي موجودة زي الاعفاءات الضريبية زي الاعفاءات الضريبية المتنوعة وهذه المدينة بتدخل ضمن استراتيجية الدولة وبتدخل ضمن استراتيجية طعميك الصناعات والدولة مش بس من خلال المنطقة الصناعية اللي موجودة في العالمين بتقدم صناعات كبيرة ولكنها طرحت اهراض المطورين الصناعيين عظيم بحيث يكون هناك وحدات صغيرة للصناعات الحرافية ده كمان يا دكتور المصنع بيهموا كمان ازاي هوصل المادة الخام للمنطقة الصناعية وزاي هخرج بالمنتج من المنطقة الصناعية دي الى البحر الاحمر دولنا عبور قناة السويس فهتوفر معاه في التكلفة لانه هيقبر من خلال الكتار الجديد مزايا نسبية كبيرة جدا للمستثمرين الصناعيين في هذه المدارة كان فيه مزايا تانية كمان انه فيه انعكاس بشكل مباشر وسريع ونقدر نقيسه بسهولة من خلال خمسة وخمسين الف فرصة عمل في العمالة المسمية اللي اشتغلت فيه مهرجان العالم عالمي انا متفائل انه مش هيكون خصوص انهم كانوا من الطلبة ومن طلاب ومن محافظات مختلفة وانا متفائل انه مش هيكون عمالة موسمية لان انا واثق ان المهرجان هيكون له مرضود في الموسم الشتوي العالمين ستحول السحل الشمالي منكونه سياحة وعمل موسمي في الصف فقط الى انه هيكون له موسم شتوي لان مع القاء الضوء من خلال هذا المهرجان والبطولات الرياضية اللي كان فيها فرق رياضية من اوروبا وسياحات معينة اتصور ان هيكون موسم شتوي قوي للعالمين والسحل الشمالي بالكامل بالاعتماد على الساحة الاوروبي وسياحة اليخوت واتصور ان وجود العالمين هيفرق كتير جدا في المنطقة الغربية بالكامل لان هذه الوحدات مع جذبها للسياحة الشتوية سنكون امام منطقة متكملة سياحية صناعية زراعية تكون اضافة لهذه المنطقة ولكن انا عايز اكد على حاجة وعايز اربطها بمحدثة بالامس بمؤتمر السكان هذه المنطقة وهذه المدينة اللي بتستهدف 3 مليون نسمة انتوا عارفين حجم الاستثمارات الضخمة عشرات المليارات علشان نحل مشكلة 3 مليون فما بالنا 3 مليون حكي الحالي والمستقبل علشان نحس باسمارة التنمية تكلفة هذا العمران وتكلفة فرص العمل مرتفعة جدا لازم علشان نحس لازم في المقابل نحاول نسيطل على زيادة السكانية لان هذه المدن الجديدة واحنا فرحانين جدا بهذا الانجاز وهذه الانجازات ولكن اذا فضلنا بالزيادة السكانية بالشكل ده اكيد صعب جدا تكلفة كبيرة عشان هذه المشروعات فلازم احنا من ناحيتنا الدولة بتشتغل على التنمية وعلى خلق فرص عمل جديدة وعلى بناء مدن جديدة ولابد احنا من ناحيتنا ان احنا نحاول نقلم من الزيادة السكانية بحيث يكون هناك تقارب ما بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو في الزيادة السكانية انا محتاج اذا كنا منتحدث عن 2% زيادة السكانية احنا محتاجين معدلات نمو 6% فلازم نوازل صعب طبعا ما بين ال2 طيب احنا كنا في البداية بنتكلم في بداية الحلقة بنتكلم عن نسبة الاشغال عن الجانب الاخر وهو انعكاسات هذا المهرجان على حركة الاستثمار في المدينة هذه النتائج اعتقد من شأنها تشجيع الدولة على عمل المزيد من المهرجانات مثل المهرجان العالمين او حتى ان كان مهرجانات متخصصة ولكن في هذه المدينة السحرة اللي جالها الناس من كل حتى في العالم دور الدولة هو السابق وبناء نموذج فانا منتظر ان القطاع الخاص يكمل يعني الدولة ومن خلال شركتها لما قامت بجهد جبير جدا لازم الكطاع الخاص يكمل لما بنشكر الشركة المتحدة على مجهودها في هذا المؤتمر لكن الكطاع الخاص وبقية الشركات عايزين الناس تكمل عايزين المستثمرين يكملوا عايزين الخدمات المعاونة تكمل فالدولة في هذه المرحلة وهي بتشجع الكطاع الخاص بتقول له الصعب الدولة بتقوم بيه لان الصعوبة يا سيد محمد في البداية البداية هي الأصعب الدولة عرفت الناس كلها أن فيها اسمها مدينة العالمين ومؤهلة أن يتعمل فيها مهرجانات بهذا الشركة هذه الكسافة لأن العميل هو اللي بيخلق المشروع الناس اللي ذهبت إلى المهرجان بمنتهى الكسافة أنت لما بتتحرك في مول في العالمين كأنك بتتحرك في مول في كتوبر نفس معدلات الزحام الحفلات اللي موجودة هناك الحفلات ويمكن المجال هناك أكثر رحابة فأنا بندعو الكطاع الخاص أنه هو يكمل المسيرة الدولة بتقدم حوافز وضمانات والكطاع الخاص مدعو ومطالب بأن يكون أكثر تفاعلاً مع ما تقدمه الدولة لهم من حوافز وضمانات خلال المرحلة القادمة أكيد كل شكرا لك الدكتور وليد جبالة الخبير الاقتصادي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء وتشريع نورتنا أهلاً وسهلاً شكراً شكراً غزيني أفضل